السلام عليكم بالتوفيه يا شباب والكويز كويز جدا يعني محدش يقل الكويز اللي مذاكر هيبقى ان شاء الله ربنا يوفقه. تلسنا الاقلال السابقة. عرفنا اي هو الملطبل الانيار ريكليشن. وعرفنا ان الملطبل الانيار ريكليشن. بنستخدمه. لما يكون عندي في الديتا سيت بتاعتي اكتر من فيتشر. اكتر من فيتشر. طبعا اتفقنا ان دايما الماشين ليرنينج بروسس. وكل الخوارزميات في بروسس سابتة عندنا. ايه هي? اننا دايما بكون عندي ترينينج سيت. بستخدم ترينينج سيت. عشان اكون ماشين ليرنينج الالجوريزم. الماشين ليرنينج الالجوريزم ده. احنا اتفقنا عندنا عدد كبير جدا مشين ليرنج الالجوريزم. فبستخدم ترينينج سيت عشان اعلم اي مشين ليرنج الالجوريزم عندي. بستخدم مشين ليرنج الالجوريزم عشان اعلمه على مين? على الترينينج سيت. بعد ما اعلمه على ترينينج سيت بحصل على ايه يا شباب? بحصل على ماشين ليرنج موديل او بحصله على طيب كده انا كونت بتاعي اللي هو مين? اللي هو مين يا شباب? اللي هو الويهات صح? اللي هو الويهات. طيب. عايزين اداءه. فبستخدم عشان اداء من الموديل بتاعي. ده بشكل عام. واتفقنا ان احنا بيكون عندي عدد كبير جدا جدا من المشيل ليرنج الالجوريزمز. درسنا منهم اتنين. درسنا منهم السيمبل ليليان ريجريشن. ودرسنا منهم الملطبل لينيان ريجريشن. طيب. قلنا في السيمبل ليليان ريجريشن. باستخدمه لما يكون عندي بتاعتي فيها فيتشار واحد فقط. اللي هو بيكون عندي اكس واحدة فقط. فباستخدم سينجل لينيان ريجريشن. ايه اللي بنعمله? دايما بنحاول ان يخلي بتاعتنا اقل ما يمكن. ازاي اخلي بتاعتها كل ما يمكن? ان انا بحاول اجيب البرامترز بتاعتي اللي هي الدابليو. والبي. اللي تخليه اقل ما يمكن. طب ازاي اخلي بتاعتها اقل منكم بشكل اوتوماتيك. باستخدم عشان يجيب لي بشكل افضل دابليو بي. تخليلي اقل ما يمكن. كذلك تعلمنا الليكشرة السابقة ان احنا عندنا نوعين من 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 اول نوع بنسميه والنوع التاني بنسميه كذلك عرفنا لما يكون عندي اكتر من فيتشر. لما يكون عندي اكتر من فيتشر اكس وان اكس تو اكس سري اكس فور. طبعا مش هينفع استخدم بنستخدم ملتوبول لينيان ريجريشن. وفي حالة ملتوبول لينيان ريجريشن. اتعلمنا ازاي نسمي. كذلك اتعلمنا ازاي نسمي الفيتشرز. وعرفنا ان عدد الفيتشرز هو ان. وعدد اللي هو ام. اكي? وده المودل بتاعي في حالة ملتوبول لينيان ريجريشن. كذلك في الملتوبول لينيان ريجريشن. انا بيكون عندي هنا يا شباب طبعا ما ننساش ان في وان اوفر ام. وهنا في صميش. انا هعدلها لكم وارفح لكم تاني. ده في حالة ملتوبول لينيان ريجريشن. وده في حالة الملتوبول لينيان ريجريشن. كذلك اتعلمنا ان لما يكون عندي بتاعة الفيتشرز مختلفة ده بيخلي بتاعي بيحصل له كونفيرجنس بشكل ابطء. تمام? ولكن لو عملنا عملنا سكيلينج بحيث نخلي الفيتشرز يكون لها رينج قريب من بعضي ده بيخلي الجريديان بتاعي بيحصل له كونفيرجنس بشكل اسرع من الطريقة الاولانية. وعرفنا ان فيه تلت طرق من السكيلينج اول طريقة اللي احنا بنقسم على اكبر قيمة. اننا عشان اعمل سكيلينج الفيتشر بجيب الماكسيموم فاليو. واقسم كل قيم بتاعة الفيتشر ده على الماكسيموم فالطريقة التانية. ان احنا بنحسب ما يسمى المين نرومليزيشن. في المين نرومليزيشن لازم يكون عندي تلت قيم لكل فيتشرز بجيب الميو اللي هو المتوسط. واجيب الماكسيموم واجيب المينيموم. واستخدم الفورمولة دي. عشان اعمل دي سكيل لكل في الفيتشرز بجيبها دي. الطريقة التالتة وهي في محتاج اجيب الميو واجيب اللي هو السيجما. تمام? واستخدم دي عشان اعمل لكل القيم بتاعة الاتيبويت بتاعتي. ده كان مراجعة سريعة على بتاعة المحاضرة السابقة. السؤال الان ازاي اعرف ازا كان سواء في سواء طبعا هنا نقصد بسيمبل او ازاي نعرف ازا كان بيشتغل كويس ولا لا? احنا عرفنا ان لو خدنا بتاعته افضلنا مثلا بيب زيرو فالكوست فونكشن بداغت شكله قريب من الشكل ده. طيب. السؤال الان. لو انا هنا. بدأت. ادي دابل ونوت هنا ها. بدأت هنا. فده عندي دابل ونوت ده. اوكي? فالالجوز متاعي حصل ايه? لو افترض طبعا بشكل كويس. هلاقي بيحصل له كده صح كده? ايه ده اشغال كويس ولا يا شباب? اشغال كويس ولا? كويس ممتاز هلو جدا. انا فتح المايك يعني ممكن تفتح وتشارك معي. طيب لو انا بدأت من هنا. بدأت دابل ونوت من هنا. ممكن اخترت بتاعه كويس. على ايه بيتصرف بالشكل ده. وهيقف هنا. لو احنا بنبص على ناحية اليمين. شغال كويس ولا مش شغال كويس? وايسين بس ممكن بطاعة دكتور. ماشي. مبدئيا كده شغال كويس صح? سواء من ناحية اليمين او من ناحية الشمال صح? صح. طيب لو لقيت بيتصرف بالطريقة دي. ده اشارة انه هو شغال كويس صح? ممتاز. طيب البيهيفير ده او السلوك ده اقدر اوصوفه ازاي? السلوك ده اقدر اوصوفه ازاي شباب? اللي يوصفه لصح? بفا? ده ده بونس. السلوك ده اقدر اوصوفه ازاي? عايز اوصف السلوك اللي قدامي ده. اوصوفه ازاي? واحدة واحدة كده. ايه اللي بيحصل قدامي? تعالي نمسك مسلا الناحية من العالمين. ايه اللي بيحصل هنا? ان بتقل مع كل صح? يبا ازاي مع كل بيحصل لها ايه? بتقل. يعني ممكن ارسم منحنة بالشكل ده. ايه اللي بيحصل? انه كل ما بيزيد النامبر اف اتريشنز ايه اللي بيحصل? بتقل. بتقل. صح كده? طب ده الناحية اليمين. طب بالناحية الشمال ايه اللي بيحصل? بتزيد. يا راجل لما انا بدأ من هنا بتزيد ازاي? قمت ال W. احنا متكلم مع cost function. ايبقى بتقل برضو? بالزبط. براف. يعني سواء بدأت من اليمين او بدأت من الشمال الكوستو فونكشن بيحصلها ايه? بتقل. ممتاز. وبالتالي. لو لقيت الكيرف ده. شغال بالشكل ده يبقى الجديد انت. بتاعك بالشغل بشكل مزبوط ولا ولا فيش يزوز في بتاعه. مزبوط. من شكل مزبوط. طب الكيرف ده بنسميه ايه? كيرف ده بنسميه الليرنينج كيرف. بنسميه يا شباب. الليرنينج كيرف. اوكي? وبالتالي. عشان نقول ازا كان الالجوريزم الالجوريزم بيشتغل بشكل صحيح ولا لا? هنرسم ايه? هنرسم الليرنينج كيرف اثناء ما الالجوريزم شغال. لو لقينا الكوست فونكشن بتقل مع زيادة الكوست فونكشن بتقل بالشكل ده? يبقى الجديد انت ماله? مزبوط. بشكل مزبوط. اوكي? هنا خلي بالك شباب. القيم دي ممكن تتغير من داتا ست لداتا ست. اوكي? يعني ممكن في داتا ست تاني تلاقيها مثلا الف الفين تلات تلاف اربع تلاف. ممكن تلاقيها مثلا عشرة عشرين تلاتين اربعين. ممكن تلاقيها مثلا خمسة خمستاشر وهكذا. فالقيم دي بتختلف من داتا ست لداتا ست. اللي هي مين? اللي هي number of iterations. اوكي? لكن الكيرف ده دايما سابت. اتفقنا? اتفقنا على النقطة دي? يبقى ازا قيم number of iterations ممكن تتغير من داتا ست لداتا ست. كقيم محور اكس. لكن المنحنة ده الشكل ده سابت معي. وبالتالي حضرتك اثناء الليرنينج لو لقيت الشكل بتاع الليرنينج بيتم كده ده معناه ان تشغيل كويس. طب تعال نفهم الفجر ده اكتر. احنا اتفقنا ان القيم بتاعة محور number of iterations دي ممكن تتغير من داتا ست لداتا ست. لكن المنحنة ده ما له شباب. المحنة ده دايما سابت. بأكد عن النقطة دي. تعال نشوف مسلا فرضا الدياتا ست. اللي في ادينا طلعت لنا القيم دي. ايه اللي بيحصل? فهنا مسلا اول ما تبدأ عدد اتريشن زي قليلة. كانت الكوست فونكشن مسلا لو بدأت مسلا عند مسلا عشرين كانت الكوست فونكشن بالقيمة دي. لما توصل لمية اتريشن هاد الكوست فونكشن قلت بالشكل ده. بعدين لما توصل لي مية وخمسين اتريشن قلت وصلت للشكل ده. توصل لمتين اتريشن وصلت للشكل ده. ميتين وخمسين وصلت لهنا. تلتمية وصلت لهنا. بعدين من تلتمية الربعمية سبتت. من تلتمية الربعمية حصل لها ايه? حصل لها سبات. يعني ايه حصل لها سبات? حصل لها سبات يعني تقريبا كده وصلت لمين? وصلت للنقطة دي. تمام? وصلت هنا يعني الفترة دي بتثبت هنا كده. يعني هي هنا شغالة هنا كده. اوكي? في الحالة دي اوقف ولا كمل. اوقف شباب. اوقف ولا كمل. ما كملش. طيب. خلي بالك. لو الارقام هنا معقولة. يعني مسلا وصلت الاربع تلاف كمل شوية. ليه اكمل شوية? لان في احتمال انها هتنزل اكتر من كده. ليه? في بعض ال data sets. في بعض ال data sets. تلاقي learning curve يجي كده. تمام? ويزبط 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 ويزبط. وفجأة ينزل تاني. بعدين يزبط 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 يزبط. وبعدين ينزل تاني. فاذا ممكن في بعض ال data sets تلاقيه بينزل. في احتمال تاني. انك انت بعد شوية تلاقيه يبدأ يزيد. اول ما يزيد ارجع الخطوة اللي قبلها هو اف. تمام? اول خطوة يبدأ يزيد فيها ارجع الخطوة اللي قبلها هو اف. ليه? لان هو وصل هنا. وصل فين يا شباب? وصل هنا. يعني جاي كده ووصل هنا. بعدين ايه اللي هيحصل له? هيبدأ يزيد صح? فانت كده بتبعد عن مينموم. لا ارجع و اف. واضحة النقطة دي. واضحة دكتور. طب لو لقيت القيمة دي كبيرة. يعني مسلا دي اربعين الف مسلا. او عشرين الف. اول ما تليه يزبط توقف. طب. يبقى ازا لو انا بتاعه بالشكل ده. انه بيقلبع كده بيزبط. ده معناه ان شباب شغال بشكل مزبوط. تمام? في طريقة تانية. في طريقة تانية. ما تعتمدش على هي الطريقة التانية. في تست اسمه بيقولي التست ده. بيقول ازا لو انت لقيت ان في كل ستيب في كل بتقل بمقدار اقل من او يساوي تن باور مينس سري اللي هو الرقم ده. معنى كده شغال صح. وبتست ده بيقول لو انت لقيه في كل بيقل بمقدار اقل من او يساوي واحد من الف يبال اه يبال اه يبال اه شغال صح. بس الطريقة المشهورة اللي هي الليرنينج كده. دي هي الطريقة المشهورة. وضحت? وضحت الشباب? تمام. تمام يا دكتور. وبالتالي لو انت اكترت الليرنينج ريت بشكل كويس او بشكل صغير. ده بتاع الليرنينج ريت. بتاع الليرنينج كده. السؤال لو انت اخترت الليرنينج ريت بتاعك عالي. ايه شكل الليرنينج كده? فعلتو كونفيرج جايبا. تعا نشوف ممكن انتم ازاي. لو انت مسلا اخترت قيمة وانت اخترت الالفا لارج. طو ممكن تجيبك هنا. بعدين تجيبك هنا. فاللي بيحصل. قادي الليرنينج كير. كوست فانكشم كانت هنا. باب قادي قيمة كبيرة شوية. بعدين قلت جات هنا. يبقى تقلت من هنا لهنا. بعدين قلت كمان. هتقل كمان. بعدين ليرنينج ريت بتاعك عالي. فممكن نجيبك هنا. صح? هترتفع. بعدين تقل. بعدين ترتفع. بعدين تقل. بعدين ترتفع. ايه اللي بيحصل هنا ليرنينج كيربس? ايه اللي بيحصل له? اوبرشوت. بيتزبزب. بيحصل له ايه? بيتزبزب صح? هيبقى الشكل بتاعه كده صح? يبقى لما تلاقي الليرنينج كيربس بتاعك بيتزبزب. ده معناه ايه? ده معناه انا كنت اخترت ليرنينج جريت عالي جدا. اكي? برافو بالزبط كده. سؤال كمان. لو لقيت الليرنينج الكلف بتاعك بالشكل ده. ده معناه ايه? ده معناه حاجة من اتنين. ده معناه حاجة من اتنين. تاني ادو كوست فونكشن. احيانا ممكن انت تختار الليرنينج جريت عالي شوية. تختاره عالي شوية. فمسلا تبدأ من هنا. اكي? فيبدأ اول تجيبه هنا. تجيبه هنا. ربع تجيبه هنا. خمس تجيبه هنا. ساذس تجيبه هنا. فيه اللي بيحصل? ان هو كان ماطي. اوكي? بيقل لسه برضو. بعدين بيحصل له يا شباب. الكورس فونكشن مالها بتزيد كل المرة صح? بتزيده. يبقى انت لو اخترت بتاعك عالي شوية برضو ممكن تلاقي بتاع بتصرف بالشكل ده. ده الاحتمال الاول. احتمال التالي ان كنت تكون كاتب بالكود بشكل غير. انا كنت تكون كاتب بالكود ماله. بشكل مش مزبوط. وبالتالي. انا عندي هنا. تلاتة لو لقيت بتاعه بالشكل ده. لو لقيته بالشكل ده. يبقى كده شغال بشكل مزبوط. لو لقيته بيتزبزب بالشكل اللي قدامي ده. يبقى انا كده بختار يبقى بتاعي عالي. من فرض ان انا اقلله. لو لقيت لو لقيت بالشكل ده. ده معناه ان يا اما اللي انا اخترته عالي او فيها مشكلة عندي في مقد. ما شباب? اتفقنا. ان في المالتبول لنيا بستخدمه لما يكون عندي اكتر من موضوع تاني مهم اسمه. ايه هو الفيتشور انجينيرينج? لو انا مسلا قدتلك عندينا مسلا المنزل في مسألة التنبؤ بسعار منزل. الديتك لكل منزل الديتا سيت بتاعه في شكل والسعر بتاع كل منزل. فاذا كان مسلا اكس وان. اكس وان مسلا بيمثل الوجهة الامامية للمنزل. اللي هي الفروينتيج. يعني الاكس وان بيمثل ايه? الفروينتيج. الوجهة الامامية للمنزل. وازا كان اكسي تو. بيمثل الي الديبس. اوكي? والسعر بتاع كل منزل. فممكن واحد يكوني موديل بالشكل ده? صح? ان الموديل بتاعي ملطبول لينيال ريجيشن. في شكل دابليو اكس وان والاكس وان هي الفروينتيج. والاكسي تو والاكسي تو. هي الديبس. والبي اللي هو البايز. بس هيجي واحد. يقولي استنى يا دكتور. هيقولي تفضل. هيقولي ان في عامل مهم جدا بيتحكم في سعر المنزل. هيقولي اللي هو ايه? هيقولي اللي هو مساحتين منزل الاريا. هيقولي فعلا كلامك مزبوط. هيقولي بس الاريا مش موجودة هنا في الديتا ست. هنقولي فعلا الاريا مش موجودة في الديتا ست. يقولي طب اقدر ازود عمود هنا. اقدر ان انا ازود عمود هنا. تسميه اكسي تلاتة. يبنسلي مساحة المنزل. هقوله هتجيب القيام ازاي بتاعت المساحة. يعني لو سمينا الاكسي تلاتة ده اللي هو الاريا. هيجيب مساحة المنزل ازاي? هيقولي اه استنى يا دكتور. انا شايف تقريبا ان المنزل مساحته مربعة. هقول له. او مستطيلة هقوله بالزبط. هيقولي ده درست زمان. ان مساحة المستطيل هي عبارة عن مين? صح كده شباب? ان الاريا هي عبارة عن طايم الويتس. وبالتالي اقدر اقول اكس تلاتة اكس سري. اللي هي الاريا. بيساوي. طايم الديبس. مزبوط? هقول له مزبوط. يقولي بايزا اكس سري اقدر اقول ان هي اكس وان بلاس اكس تو. اقول له مزبوط. هيقول له بسيطة. يبقى اخذ القيمة دي. اعملها للقيمة دي. والقيمة الجديدة احطها هنا. اخذ القيمة دي. اعمل لها للقيمة دي. والقيمة الجديدة احطها هنا. والقيمة دي اعمل لها القيمة دي والقيمة الجديدة احطها هنا. اقول له مزبوط. يقول لي ازا اقدر اكون جديد. هو عبارة عن و طايم اكس وان. والاكس وان هي الفروينتيج. والطاق بلاس دابلو تو. طايم اكس تو. والاكس تو اللي هي الدبس. بلاس. دابلو سري طايم اكس سري والاكس سري اللي هي الاريا. بلاس بي. يقول لي مزبوط اقول له مزبوط. طيب العملية دي بنسميها ايه؟ العملية دي بنسميها الفيتشر انجينيرينج. بنسميها شباب الفيتشر انجينيرينج. يبا حضرتك. لو قدرت تجيب. او تعمل ديزاين. لفيتشر جديدة. من في الديتا سيت. من اختلال نقلتها بطربط الفيتشر بطريقة ما او باخرى. عشان تكون فيتشر جديدة. دي بنسميها يا شباب. بنسميها الفيتشر انجينيرينج. بمسميها ايه؟ الفيتشر انجينيرينج. فالفيتشر انجينيرينج. انا قلت بتغضي فيتشرز او بعض الفيتشرز. من الشر بتغضي كل الفيتشرز. بممكن تغضي بعضها. وتلبط بينها بعلاقة ما. تمام? عشان تكون فيتشر جديدة. دي بنسميها الفيتشر انجينيرينج. طيب. تعال نقضي اكزامبل عالفيتشر انجينيرينج. لو انا قلت لك مثلا فرضا في التنبؤ باسعار المنازل ان انا اديتك اكس اللي تمثل الصيز بتاع المنزل هو واي بتمثل لي السعر. فاديتك قيمة بالشكل ده. لما رسمناها لما رسمنا اكس واي ادينا الشكل ده. هتقول لي كويس. اقول لك ايه الموديل اللي احنا نقدر نكونه هنا? هتقول لي بسيطة. طالما ان احنا عندنا واحد فقط. اقدر استخدم عشان اكون موديل. هقول لك طيب بيطلع لك خط المستقيم ولا يقوم بالشكل ده? هل انت شايف ان اللاين ده? بيمثل الديتا? اميرة بتقول لا. لا سيطة اميرة. نعم? بتقول ايه على صوتك? اقول لا. بالضبط اسمك انت? محمد 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 بيقول لا. كلامك مزبوط يا محمد. طيب. طب ممكن نكون موديل ازاي? يجي واحد يقول انا ممكن اكون صح? اكون ايه? موديل بياخد شكل الدلة التربعية. بالشكل ده كده. اوكي? هل الموديل بتاع الدلة التربعية ده افضل ولا اللينيار? الكوادراتيك افضل. كوادراتيك افضل. يبقى نقدر نسمي الكوادراتيك ده? عبارة عن واي تو. بيساو مثلا دابليو وان اكس وان. او دابليو وان اكس بلس. اخلي بالك. ده معادلة كوادراتيك. معادلة تربعية. يعني انا عايز تيرم. يكون كوادراتيك في الفيتشور. يعني عايز حاجة بالشكل ده. دابليو اكس سكوير. بلاس بي. هل انا عندي هنا في الديتا سيت اكس سكوير? هتقولي لا. انا عندي اكس. بس يجي واحد يقولي خلاص بسيطة. ازود عمود اسميه اكس سكوير. واخد كل قيمة من هنا. اعمل لها سكويرينج فتديني القيم المقابلة. صح? انا اقول له صح? وبالتالي يقدر يكون الموديل ده مفيش مشكلة. يجي واحد يقولي استنى يا دكتور. اقول له تفضل يا بي. يقولي خلي بالك. احنا هنا بنتنبأ باسعار المنزل. اقول له هي. بس ده التربعية. بتيجي عندي لحظة معينة وتبدأ تنزل. تمام? اقول له مزبوط. يقول له هل من المنطقي? ان لما تزيد مساحة الصيز بتاع المنزل سعره يقل? هقول له مش منطقي. يبقى ازا الموديل ده كويس? لا. يبقى الموديل ده برضو ما ينفحش. فييجي واحد يقولي طب ما ناخدها دلة تربعية تكعبية. كيوبيك فونكشن. يجي واحد يقولي خلينا اخدها دلة تكعبية. هذه الدلة تكعبية تقريبا هتقود كده. كام? ايه من موديلات الدلة تكعبية? انها بتزيد مع زيادة الاكس. طيب. طبعا هنا الدلة تكعبية هتبقى افضل صح? بس محتاجين نكون ايه شباب. محتاجين نضيف فيتشور للاكس كيوب. يبقى هتقولي قيمة اكس وارفحها الباور سري. يبقى احنا كده عملنا ايه شباب? عملنا ايه احنا كده? عملنا فيتشور انجيونيرينج. لان احنا اضفنا فيتشورز جديدة عديتها ست. مزبوط لا حد يعمل السفسار. وبالتالي. ممكن اكون. يبقى ادي ده. طبعا واضح هنا يا شباب. انا قدر الموديل في حالة الكوادراتيك. وده الموديل في حالة الكيوبك. طبعا واضح جدا اللي مع زيادة الاكس والصايز بتاع المنزل بيحصل له ايه? بيزيد. مزبوط كده? هيجي واحد يقولي بس استنى يا دكتور. الزيادة بتاعة الموديل مع الاكس بتزيد بشكل كبير قوي. طب ايه رأيك? ما تاخد ما تاخد الروت. ما تاخد ايه? الروت. هيقولي مثلا. الروت فونكشن. بتاخد زيادة بتاعة الاكس سكوير ولكن ما بتقلش. ولكن مالها ما بتقلش. بتزيد زيادة بسيطة. يعني ممكن ناخد الموديل بتاعنا بالشكل ده. تمام? طيب انت عندك الدياتة ست بتاعتك فيها الاكس والواي. ولكن عشان تكون الموديل دي محتاجيش يا باب. بحتاج روت اكس بانت هنا هتكون جديد بحيس ان كنت تاخد الروت بتاع كل قيمة. وتحطه. واضح النقطة دي? واضح النقطة دي يا شباب. السؤال الان. السؤال الان. حضرتك هنا كونت جديدة. هل الرينج بتاع الفيتشورز الجديدة? الشرط يكون قريب من الرينج بتاع الفيتشورز اصلية ولا ممكن يختلف? الرينج بتاع الفيتشورز الجديدة. هل هيكون لي نفس يعني الرينج بتاع اكس سكوير واكس كيوب. هل بكل نفس الرينج ولا ممكن يختلف? اختلف. ممكن يختلف. ايه. تمام? يعني هنا مسلا الرينج بتاع. روت اكس واكس. وارد ان يكون في خلاف كبير. في الحالة دي هنعمل ايه? خلي بالك لما تعمل ممكن تحتاج انك تعمل ايه? ما تنساش الموضوع له. ما تنساش الموضوع ده يا شباب. اكي? خلينا اخذ مثلا. لو انا مسلا قلتلك عندك داتا سيت. بتتنبأ بيه مسلا. بيه عندك سيركت بالشكل ده. طبعا. فرضا ان انا عندي سيركت يا شباب. فرضا ان انا عندي سيركت بالشكل ده. فيها مقاومة. تمام? وفيها مسلا ملف. وفيه هنا فولت داخل وفيه هنا فولت خالق. فهنا فيه في ان. وطبعا المقاومة دي تبدأ تلعب فيها. وفيه ار مقاومة. وفيه في اوت. وديتك مثلا في ان هنا مثلا بيه خمسة. وهنا الار مثلا بيه عشرين. والفي اوت مثلا بثلاثة. سبعة. تلاتين. خمسة. مثلا اربعة. سبعة وعشرين. مثلا ستة. تمانية. ثلاثة وعشرين. اربعة. سبعة. اربعة. اتنين. فرضا ان كنت روحت قوانة موديل بالشكل ده. بحيس ان ده تارجد يا شباب. تمانين. ده تارجد. وده اكس وان. وده اكسي تو. صح كده? واده اكسي تو. واده اكس وان. فرضا ان روحت قوانة موديل بالشكل ده. دابلي وان طايم اكس وان. بلاس دابلي وان طايم اكس تو. بلاس بي. ولقيت ان الموديل ده. في التست ديتا. او في الفريديشن ديتا. اداءه سيء. ايه الفيتشر اللي ممكن تضيفها هنا. وممكن تخمن ان هتحسن لك الاداء. ايه الفيتشر اللي ممكن حضرتك تقول لو انا ضيفتها هنا. ممكن تحسن الاداء. حد عندك تراح? حد عندك تراح? حد عندك تراح? حد عندك تراح? يا شباب. حد عندك تراح? فيتشر سكيلينج يعني ولا? في الار? احنا لما نضيف فيتشة جديدة ده اسمها فيتشر انجينيينج. خلي بالك ده اللي ده ده ملف ده. ده ملف. قد تراح؟ امم. مش بلاذة المقاومة خلاص. انا دي مأموة فقط طاوي انا كل اللي عندي د وقت ده. كل اللي عندي د وقت ده. فمن التالي مش هقدر اعدرف حاجة هنا. انا اللي عندي مين? الجدوى ده. ايه شباب? ممكن نجيب الاي من الار والفي مسلا. بالزبط برافو عليك. بقول لي كده? مسلا اه الرو الأول عن جيب الاي منه باربعه وهكزا. ماشي يعني ممكن ايه الفيتشور الجديدة يمكن نولدها مسلا. كتخمين يعني. برافو عليك اميرة هانا بتقولها التيار. وعلاء. علاء بيقوله التيار. برافو عليك. اميرة وعلاء. طب ايه التيار? اقدر اجيبه ازاي من الدياتة اللي قدامي دي. الاي بتساوي على الار. الاي بيساوي في اوفر اار. يعني اه اكس وان اوفر اكس تو. صح كده? ام? مزدوط الكلام دي يا شباب ولا حد عنده اعتراض. اعتقد الار على البيئة دكتور. اش فاكر كويس صغير. ام. قانون قوم يا شباب. قانون قوم بيقول ايه? قانون قوم. قول ايه قانون قوم كنت دور عليه عني التعاطب بسرعة. بقول ايه قانون قوم. قد جابه؟. ان اي بيساوي في اوفر ار. مزبوط. طبعا. في اوفر ار. يعني انا ممكن اقسم اكس وان اوفر اكس痛. اجيب مين? الاي. واي دي اسميها مسلا. يبقى ممكن اضف عمود هنا تالت اسمي اكس سري. واقسم. اوبر سيرتين. اوبر سيرتين. اوبر توني سيبن. اوكي? سمع يا شباب? ايت. اوبر توني سري. سيفن اوبر فور. واضيف هنا. اقول للموديل الجديد بتاعي هو دابلي وان اكس وان بلاس دابليو تو اكس تو بلاس دابليو سري اكس سري بلاس بي. بس ما نساش اعمل ما نساش اعمل اه? واشوف هاللموديل اللي انا كونته من اضافة جديدة هيأثر معي بالاجاب ولا بالسلم. يبقى اذا موضوع ان حضرتك تضيف فيتشر جديدة على الديتا سيت دا بنسميها يا شباب. بنسمي الفيتشر انجينيرينج. يبقى هو الفيتشر انجينيرينج. الفيتشر انجينيرينج انك انت. يوز انتويشن. عشان تعمل ديزاين الى فيتشر جديدة. باستخدام انك انت بتستخدم بعض. الفيتشر اللي عندك في ديتا سيت او تستخدمها كلها. تمام? فهنا طبعا يا شباب. مهم جدا جدا انك تبقى فاهم الديتا سيت. اللي في ايدك. تبقى فاهم المشكلة اللي في ايدك. ليه? لان فهمك لديتا سيت. وفهمك للمشكلة. وفهمك للموديل اللي انت بتكونه. ده ممكن يساعدك انك تطور او تضيف. فيتشرز جديدة تعمل فيتشر انجينيرينج يحسن من اداء الموديل بتاعك. تمام? واضحة النقطة دي يا شباب? واضحة النقطة دي? تمام يا دكتور. طيب. بالنسبة للكوز. واضحة حد وقتي المشكلة للناس اللي مش عارفة تدخل من الموديل. لسه متحلتش من فاتفقنا الناس اللي ما عندهاش مشاكل من الاول هتدخل بشكل عادي خالص يا شباب. ماشي? بس ما تدخلش بحسابك الشخصي. طيب الناس اللي عندها مشكلة. انها تدخل بالايميل بتاعك. الامتحان هيكون على الموديل. الامتحان هيكون هنا يا شباب. الامتحان هيكون على الموديل. اتفقنا? الامتحان هيكون على الموديل. طيب حد عنده يستفسار في محاطة النهاردة شباب? حد عنده يستفسار في اي حاجة? وضح الكوز. وضح الكوز. في النهاية زمان العلم مكتمعنا في غير مخدم مكتمع انشاء الله. سلام عليكم. اشتركوا في القناة. سلام عليكم. اشتركوا في القناة.